تعرف على أشهر عشر خرافات يؤمن بها شعوب العالم هناك العديد من الأشخاص الذين يؤمنون بشكل بالغ بالخرافات حيث أنه من الطبيعة البشرية إيجاد أعذار للأشياء السيئة التي تحدث في الحياة ويؤمن الناس بأشياء غريبة مثل الأشباح وعالم الأحلام فتعالوا معنا لنتعرف على أشهر عشر خرافات يؤمن بها شعوب العالم لكن لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد يطرق الكثير من الناس على الخشب بعد قولهم شيئا مفعما بالأمل خوفا من الحسد كما يعتقد أن هذه الخرافات نشأت عن الاعتقاد القديم بأن الأرواح الصالحة تعيش في الأشجار تعد القطة السوداء واحدة من أقدم الخرافات في العالم حيث أنها تعود إلى العصور الوسطى وعادة ما يكون لدى النساء العازبات الأكبر سنا الكثير من القطة لذا اعتقد الناس في العصور الوسطى أنه إذا كانت المرأة عجوزا وعزباء وتمتلك القطة السوداء فقد تكون ساحرة وكانوا يعتقدون أن السحرة قادرون على التحول إلى القطة بأنفسهم لذا فمن المفترض أن تكون القطة السوداء ساحرة هناك خرافة يصدقها بعض الغربيين بأن سكب الملح يعني جلب الشر لساكبه وتعود هذه الخرافة لعهود قديمة حيث كان الملح ثمينا في حينها غالبا ما يرتبط الرقم 13 بالحظ السيء وغالبا تغفل العديد من الفنادق أو الشقق بالفعل الطابق الثالث عشر هم فقط يسردون الطابق الثاني عشر ويذهبون مباشرة إلى الطابق الرابع عشر الأجراس غالبا ما تدق الأجراس في أوقات الاحتفال كما هو الحال بعد حفلات الزفاف أو المناسبات الخاصة الأخرى وعلى الرغم من أن الفكرة الأولية قد تكون مجرد الاحتفال إلا أنها في الواقع تعود إلى معتقدات خرافية مفادها أن الأجراس تخيف الأرواح الشريرة المرايا يعتقد الكثير من الناس أن النظر إلى المرآة يمكن أن يسرق روحك وبالطبع هذا ليس صحيحا لأنه يعني أن الجميع إلى حد كبير بلا روح في هذه الحياة كما يعتقد الصينيون القدامى واليونانيون والرومان بأن كسر الزجاج أو المرآة تجلب النحس للشخص لمدة سبعة سنوات تشابك الأصابع في البداية كان تشابك الأصابع يدل عادة حسن الحظ والسبب في ذلك هو أن مشابكة الأصابع بشكل متقاطع كان يقلد الصليب المسيحي ومع ذلك يتم الآن استخدام تشابك الأصابع كحجة لكذب الأكاذيب وكأن من يفعلها يريد أن يحالفه الحظ في كذبته في روسيا تعد فضلات الطيور أمراً جيداً فقد يعني ذلك أن الثروات آتية إليك إذا تبرز عصفور على سيارتك أو عليك أو على أي شيء تملكه يعتقد الكثيرون أن فتح المظلة داخل المنزل يدل بشكل أساسي على الحظ السيء في الثقافة التركية يعتبر مضغ العلكة ليلاً نذير شؤم حيث يعتقد اعتقاداً راسخاً أنه إذا مضغت العلكة بعد حلول الظلام فستجعل الشخص الذي قام بذلك يمضغ اللحم البشري أو الأجساد الميتة كانت هذه أهم الخرافات التي آمنت بها العديد من الشعوب إن كنتم تعرفون غيرها شاركونا بها بالتعليق على الفيديو سعدت معكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة تحياتي لكم لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة قناة Arabic Geographic طريقك إلى المعرفة